مشروعات حياة كريمة الحقيقة بتدينا أمل بشكل كبير في وسط كل الأزمات اللي احنا بنعيشها والعالم بيعيشها نلاقي شغل ونلاقي يعني اهتمام بالناس اللي كانت مهمشة لدرجة حضراتكم لا تتخيلوا اللي نزل على الأرض وشايف القرى اللي اشتغلت فيها حياة كريمة كانت عاملة ازاي؟ وبقت عاملة ازاي؟ ما يقدرش يستوعب الناس دي كانت عايشها ازاي؟ كانوا عايشين من غير صرفة من غير ما ينظيفة من غير أي أوجه للحياة الكريمة الحقيقة يمكن لما نتكلم دلوقتي عن بريد ونتكلم عن خدمات وملاعب ومراكز اجتماعية ده جوز يعني فيه رفاهية بالنسبة للناس دي كانت عايشة هناك ازاي؟ هو طبعا مهم العدلة الثقافية مهمة وان احنا نهتم بالأطفال اللي طلعوا جوا القرى دي ان احنا نهتم بعقلهم ونربي عقلهم ونفسياتهم ازاي انه الدولة شايفاكو والدولة بترعاكو انتو مش الصعيد المنفي زي ما كان بيتقال عليه قبل كده ولو شفنا مبارح خلال الافتتاحات كم الافتتاحات اللي حصلت في المينيا هنعرف حياة كريمة عملت ايه في المينيا هنعرف الفلوس اللي اتصرفت هناك دي ولما الناس تتكلم وتسأل احنا بندعم محدودية الدخل ازاي؟ لانه حضرتك لازم تهتم انه محدودية الدخل يتم دعمهم وانه الدعم يصل لمستحقي ودي كلمة كبيرة جدا الحقيقة انه لما يكون في درايب ولما يكون في بنزين بيغلى والناس ده علينا عشان البنزين بيغلى الكلام ده كله في الاخر لو انا عايش في دولة بترعا محدودية الدخل بالتأكيد حتى لو انا الدنيا كمان بقت صعبة علي لكن هشوف انه محدودية الدخل بيتموا مراعاتهم الناس دي فعلا ما كانوش عايشين في كل المحافظات اللي دخلت فيها حياة كريمة كانوا بعد خط الفقر ما فيش اي وجه للحياة الكريمة فالحقيقة انه مبادرة حياة كريمة اسم على مسمى بتدينا امل بتخلينا نحس انه اللي جاي ممكن يعني بالمجهود الكبير اللي بيتعمل بالتكاتف الكبير اللي بيحصل بالتكامل اللي بيحصل ما بين مؤسسات الدولة نشوف تغيير على ارض الواقع يلمسوا الناس ويحسوا ان الدولة سمعاهم تاعي احتياجاتهم وبتشتغل عليها